لا يختلف الشتاء في سوريا كثيراً عن شتاء باقي الدول فهو يقبل كل عام محملاً بسحب الهموم والانتظار الطويل في هذه الخيم المهترية التي لا تحميهم من شيء يسترق الأطفال من خلالها النظر إلى مستقبل مجهول ليستقبل الشتاء مثل ما ودعوا صيفهم الحار على أسادهم فهذه الخيم القماشية مهمتها فقط ستر ما تبقى من خصوصياتهم التي انتهكت أمام غياب أدنى مقويمات الحياة والحرمان من أبسط الحقوق التي ينالها المهجرون خلال الحروب إلا الحرب التي يشنها النظام عليهم لا تقاس بهذه المعايير المهمة المستحيلة هذا كان وصف أحد مديري المنظمات العاملة على الأرض لموقع ميدل إيست مونتور بشأن صعوبة تقديم المساعدة الفورية على مدار الساعة لألاف المهجرين مع وجود العديد من حالات سوء التغذية والأمراض الشتوية المزمنة لدرجة فقدان الناس الأمل بحسب وصف الموقع ويروس كورونا كانت له صولة وجولة في هذه المخيمات مع غياب الإجراءات الوقائية فهنا لا تجد أحدا يرتدي الكمامات ولا تتوفر وسائل النظافة المطلوبة فالناس يعتبرون أن الأمر لا يعنيهم ليس لأنهم مهملون للصحتهم ولكن بحسب وجهة نظرهم فهم يعيشون أصلا وحياتهم مهددة في ظل الفوضى والخراب داخل المخيمات أطفال وسط المات وحدهم الأطفال من يستمرون بالغناء في ظل كل الدمار الحاصل من حولهم ووحدهم من يستطيع بث الأمل وحدهم من ينتظر الغدى وذراعهم مفتوحتان لا تعنيهم الظروف ولا تخيفهم موجات التهجير في سوريا ترجمة نانسي قنقر